اشتركوا في القناة نائب القائد العلاء النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة تأهل المنتخب الوطني لكرة اليد إلى نهائيات كأس العالم لكرة اليد مشيرا إلى أن تأهل المنتخب الوطني إلى البطولة العالمية يتفق تماما مع الرعاية الكبيرة التي تحظى بها الحركة الرياضية وذلك من قبل القيادة الرشيدة وحرصها الموصول على توفير كافة أشكال الدعم للمنتخبات الوطنية في سبيل رفع اسم وعلم البحرين عاليا وفي مختلف المحافل وكد سموه أن إنجاز التأهل إلى كأس العالم كان مستحقا وذلك عطفا على المستوى العالي والروح الوطنية التي تحلى بها اللاعبون طوال فترات البطولة وحرصهم الموصول على تقديم أفضل مستوياتهم لتأكيد التطور الكبير الذي تعيشه الرياضة البحرينية بصورة عامة ورياضة كرة اليد على وجه الخصوص كما أن الجهود التي قام بها الجهازان الإدارية والفنية المنتخب جسدت واقع التأهل بكل جدارة كما أشاد سموه بالجهود الطيبة التي بدلها الاتحاد البحريني لكرة اليد برآسة علي إسحاقي التي أثمرت عن تهيئة الأجواء الإدارية والفنية المتميزة أمام اللاعبين في سبيل الظهور المشرف وضمان التواجد في بطولة العالم لكرة اليد